قام محافظ بني سويف محمد هاني غنيم بوضع إكليل من الزهور على النصب التثجاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين بمدينة بني سويف وذلك احتفالا بالعيد القومي للمحافظة وقال محافظ بني سويف إن الاحتفال بهذه المناسبة يعتبر حدثا هاما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطنين بالمحافظة كما شاهد محافظ بني سويف والحضور عروضا فنية ورياضية واستعراضا لطابور عروض لمركبات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالإضافة لعرض فيلم وثائقي عن محافظة بني سويف نقدر نقول خلال الفترة الجاية إن شاء الله بني سويف بتشهد انطلاقة في كل المجالات بني سويف لها خطة استثمارية واضحة لها استراتيجية تنموية هتظهر نتائجها خلال الفترة القادمة في كل المجالات نقدر نقول إن المشاريع اللي اتعاملت كلها واللي عملتها الدولة المصرية على أرض بني سويف من شبكات طرق ومناطق صناعية ومحطات كهرباء ومحطات معالجة مياه وكل ده هو ده اللي بينسحب بشكل واضح على المواطن في حياته اليومية بل كمان بيساهم في تنمية الدولة كلها ترجمة نانسي قنقر